معنا عبر سكايب من واشنطن السفير غاردن غري الأستاذ في جامعة جورج واشنطن سيد غري مرحبا بك معنا في هذه التغذية المتواصلة دعني أبدأ معك بهذا التقرير الذي ربما استمعت إليه ماذا بعد حماس سيد غري يعني ما هو مستقبل أو شكل القطاع السياسي مستقبلا أظن بأن جوهر سؤالك يرتبط بمستقبل غزة وما يتأتى عن الشياح بري للقوات الإسرائيلية وكما سألت هذا السؤال المناسب إذن ماذا بعد أعتقد أن الخيارات صعبة بعض الشيء ودعني أشرح في حالة إسرائيل أشك بأن لدى إسرائيل رغبة بممارسة الحكم المباشر على قطاع غزة ضد شعب يشعر بالسخط ولا ترعب كذلك إسرائيل بتوفير الموارد لإعادة الأعمار في تقرير رقاء التمهيدي ذكر خيار بأن تقوم إسرائيل بجعل مصر تحكم غزة لا أعتقد أن الحكومة المصرية تريد أن تطلع بمثل هذه المسئولية مصر تعاني من مشاكل اقتصادية جمع وحتى قبل اعتداءات سابع من أكتوبر واجهت مصر زعزع على الاستقرار في سيناء وبذلك ليس هناك رغبة للإطلاع بمثل هذه المسئولية الخيار الثالث الذي ورد في تقرير رقم التمهيدي أشار إلى إمكانيات تمسك هذه السلطة من قبل السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية لا تحظى بشعبية في قطاع غزة ولن تكون تحظى بالشعبية أكثر من ذلك أيضا إذا أتى ذلك عقب اجتياح بري إسرائيلي الخيار الرابع هو بانسحاب إسرائيل بعد اجتياحها للقطاع وتترك القطاع منطقة لا تخضع للحكم لقد رأينا تداعيات مثل هذا الفراغ عندما تصبح مثل هذه المناطق مارقة أيضا أشار تقريركم إلى الآليات الدولية أنوه بهذه الابتكارية لبعض الأمور ولكن الشيطان هو في التفاصيل ففي نهاية المطاف من سيضمن كل ذلك يجب العمل على كل هذه التفاصيل ولألخص لا أعتقد أن الخيارات كثيرة وممكنة طيب هناك من يقول أن الخيار الأخير هو الخيار ربما المتوقع الفراغ السياسي إذا كان هذا مستقبل غزة الفراغ السياسي سيد جري أليس هذا الفراغ هو الذي جاء بحماس وقوى حماس نعم هذه النقطة أيضا التي أردت التركيز عليها الفراغ أعني بذلك إنعدام القيادة وهذا سيكون كارثيا للشعب في غزة ولن يعزز من الأمن لمصر أو لإسرائيل طيب لو نذهب لخطوة أخرى وهي خطوة إسرائيل التي تعتزم أو بدأت فيها بشكل أو بآخر التوغل البري واختحام غزة بريا اليوم ما هو الدور الأمريكي المتوقع إذا دخلت وتوغلت إسرائيل بشكل كبير في قطاع غزة الولايات المتحدة قد يتوقع منها أن تواصل توفير المعادات العسكرية أو البعض منها إلى إسرائيل لإسرائيل دبابات أعداد كافية من الدبابات قد تكون بحاجة إلى المدرعات وإلى القضائف وإلى استبدال مخزون النظم القبة الحديدية هذا على المستوى العسكري أما على المستوى السياسي الرئيس بايدن ووزير خارجية بلينكين ووزير الدفاع أوستن جميعهم حذروا الإسرائيليين من أجل أن يمعنوا في الاستراتيجية ولا يفكروا فقط بالرد والثائر وإنما حثوهم على ضرورة ودع استراتيجية طويلة الأمد للهدف النهائي وذلك استنادا إلى تجربة الولايات المتحدة ما بعد أحداث 11 من سبتمبر إنما افتقدنا الاستراتيجية طيب اليوم هناك قصف إسرائيلي لنفق من الأنفاق الذي يتبع بطبيعة الحال لحركة حماس هناك تواعد أيضا بالدخول البري في ظل كل هذه السيناريوات المعقدة على الأرض كيف يمكن حماية الرهائن ونحن اليوم نتحدث عن رهينتين تم إطلاق صراحهما كيف يمكن حماية الرهائن لأنه متوقع الرهائن يتواجدون في الأنفاق أو يتواجدون في مواقع لحماس أعتقد أنك حدثت المشكلة الحقيقية مسألة الرهائن يزعم بأنهم متبعثرين في منظومة الأنفاق التي بنتها حماس لسنوات طويلة والرهائن يتأثرون بكل ما تقرر حماس أن تفعله بهم وكما أشار سؤالك فهم معرضون للخطر نعم شكرا جزيلا من واشنطن كنت معنا عبر سكايب السفير غوردن غري الأستاذ في جامعة جورج واشنطن شكرا جزيلا لك على هذه المشاهدة شكرا جزيلا للفرصة